بعد شهور من قراءة الكتب وتلخيصها وفي نفس وقت التحضير للامتحانات المدرسية وصل طلاب الإمارات أخيراً للحظة تتويج بطل الموسم السابع من تحدي القراءة العربي تعودنا في دورة الإمارات أن نصنع من كل تحدي قصة نجاح محمدان بها مصباه حكمتها وشعبها قادة الأمجاد تحرسه ومع أن غايتهم الأعلى هي تفوق طلابهم إلا أن الإمارات حبت تتكرم بعد المشرف المتميز والمدرسة المتميزة واستحقت الفوز بلقب المدرسة المتميزة في مجال التحدي القرائي إنها مدارس الإمارات الوطنية فرع العين وقد استحق جائزة المشرف المتميز في تحدي القراءة العربي الأستاذ الفاضل نور الشحيم يقولون أن أجمل فرحة في الحياة هي فرحة النجاح فخلونا نشارك فرحة نجاح أبطال الإمارات حاصل على المركز الأول في فئة أصحاب الهمم الأبطال الملهمين صاحب الهمة القدوة الحسنة لنا ولأقرانه من الطلاب الطالب غريب محمد اليماحي قراءة العربي على مستوى كل مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة السابعة الطالبة آمنة محمد المنصوري شعوري لا يوصف حقيقة الحمد لله دائماً وأبداً هذا كله من خضر الله بي متوقع أني أفوز بلقب التحدي من المشاركة الأولى لكن لله الحمد دعم أسرتي ووصلني لكل هذه الأنجازات شعور بالفخر لأنني سأجعل دولتي تفتخر بهذا الأنجاز العظيم غريب وأمنى هم أبطال التحدي في الإمارات لهذا العام وكلنا أمل بأنهم يهدون دولتهم لقب البطولة للمرة الأولى في التحدي ترجمة نانسي قنقر